السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم من هم القوم الذين لا يدخلون الجنة ولا النار يوم القيامة ويدخلون مكانا بين الجنة والنار؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات نتعرف اليوم على أصحاب الأعراف من هم وما مصيرهم في آخر الأمر؟ وهل حقا يوجد مكان بين الجنة والنار؟ الأعراف هو سور عال يطلع منه أصحابه على أهل الجنة وعلى أهل النار ثم يدخلهم ربهم عز وجل في آخر المطاف جنته ولا يدخلون النار وأرجح الأقوال فيهم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال ابن القيم رحمه الله فقوله تعالى وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة والنار حجاب قيل هو السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه الذي للمؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي للكفار من جهتهم العذاب والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع وهو سور عالم بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف قال حذيفة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم فيقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فكتلوا فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة لمعصية آبائهم وهذا من جنس القول الأول وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة وهي من جنس ما قبله فلا تناقض بينهم وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين وقيل هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا وقيل هم الملائكة لا من بني آدم والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها وآثار الصحابة في ذلك معتمدة وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم والثاني هو الصواب ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله ثم يقال لأهل الأعراف أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فاللهم اجعلنا من أهل الجنة آمين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك